كلنا صنعرف نكتب الره يلي بتزحط و بتشبه الموزة او الأمار او الزحلوكا اليوم بدنا نتعلم نكتبه مع العصايا يلي صارت تفتح تماما معا وتقول صوت طويل Güic رح نرجع نتذكر كيف كنا نكتب الره كانت بتبلش من فوق لتحت وبتزحت هيدا كان اسمها ره منفصلة العصاية ما لازم تدق بإجراء لأنه بتوجع لإجراء إذا أجت عليها وهي كتير طويلة هيدا العصاية بتبلش من فوق لتحت وبتعطيها الصوت الطويل را هيدا صار اسمها را منفصلة كمان عنا را متصلة هي اللي بتمسك إيدين أصحابها منبلش بإيدا ومنرجع منزحت ومنرجع منكتب هلأ العصاية من فوق انتبهما لازم تدق بإجراء من فوق لتحت را متصلة هلأ بدنا نشوف كيف بدنا نكتب الرا بين السطرين بدنا نبلش من النقطة من النقطة بزحت تقصال على السطر برجع بدي بلش من السطر لفوق وابعد عن إجراء وبنزل عصاية طويلة كتير صار اسمها را منفصلة عنا جديد مرة تانية بزحت ببعد عنا وابليش من السطر لفوق جالس خط عمودي تقصال على السطر لتحت يعني واقفة على الره يعني الأرض را منفصلة إذا بدي اكتب الرا متصلة بلش من النقطة أول شيء إيدا على السطر بتمشي خط أفقي ترجع بتزحت نرجع من بلش من فوق لتحت را متصلة عنا جديد إيدا للرا متصلة بزحت تقصال على السطر بدي زيح وبلش من السطر لفوق وما بدي دق بإجراء وبصال على السطر يلي واقفة على الره على الأرض بدنا ننتبه هود اللي كتبتون هني بخط كتير حلو بدنا ننتبه نحنا وما نكتب الره تكون العصاية أصيرة عصاية ملنا أصيرة هي كتير طويلة كمان بدنا ننتبه وما نكتب العصاية تنزل على بطنة أكيد لا بتوجع كمان بدنا ننتبه ما بدنا نكتب العصاية نازلة ودقت بإجراء هيد كتير بتوجع كمان بدنا ننتبه إنو العصاية تنزل وتكون جلسة مش تكون عم تقع نتبهو كتير منيح يا كي جتري ترجمة نانسي قنقر